يعطيكم ألف عافية مكملين معكم بسلسلة PH Vigilant سلسلة التدريب الصيدلاني من قناة MedZidio نحن خلصنا مع بعض المسكنات إن شاء الله اليوم رح نبدأ بسيستم جديد رح أفلش معكم بالGI System وأول مرض رح نتناوله هو الديارية الديارية أو الإسهال هي أنه يصير في عنا أكثر من ثلاث مرات باول موفمينت باليوم يعني المريض يدخل على الحمام أكثر من ثلاث مرات باليوم هون أنا بقدر أحكي إنه في عنا ديارية طبعا الديارية في إلها أنواع ممكن تكون أكيوت ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون كرونيك إحنا اللي بهمنا الأكيوت ديارية الأكيوت ديارية هي اللي بيكون مدتها أقل من أسبوعين هذا النوع من الديارية فقط هو اللي أنا مخولة إني أعالجه بالصيدلي أز أوتيسي تمام يعني لما تكون الديارية عند المريض أكتر من أربعة عشر يوم أنا هون بعمله ريفير ما بتعامل معه فورا بحوله لدكتور حتى يعمل التحاليل ويعرف شو سبب هاي الديارية تمام شغلة ثانية إنه الديارية لها أكثر من مسبب ممكن يكون فائرة الممكن يكون بكتيري الممكن يكون بروتوزول يجينا من تسمم طعام ممكن يكون من أنواع معينة من الأكل يعني الديت تبع الشخص ممكن يكون من الدراجز ممكن يكون من أمراض زي الريتابل باول سندروم الريتابل باول سندروم ممكن يعملي ديارية ممكن يعملي كونستيباشن ممكن يعمل الثنتين مع بعض بشكل متناوب يعني ديارية فترة كونستيباشن تكون عند المريض تمام يعني الخلاصة أنه الديارية في إلها أكثر من مسبب هلأ بناء على المسبب رح يكون العلاج تبعنا وكيف نتعامل مع المريض شغلة ثانية الأطفال اللي بيكونوا أقل من سنة هدول برضو بيكونوا عرضة للديارية باللي سببين أول شغلة أنه فترة التسنين عندهم لما يطلعوا أسنان بيصير عندهم ديارية بيكون مصاحبها مثلا حرارة بيكون مصاحبها أوجاء عند الطفل فنحن لازم نتأكد من الأم يعني لما تيجوا تحكيين أنه والله ابني عنده إسهال بدي أسأل هل هو عم بيطلع أسنان في حال كان عم بيطلع فبنعرف أنه هذا هو السبب وعلى أساسه من عالج شغلة ثانية الحليب الأطفال مش كلهم بيتقبلوا نفس النوع أو خلينا نحكي نفس الاسم التجاري من الحليب يعني الأم لازم نظل تجرب حتى توصل لنوع يرتاح علي الطفلها مش بس النوع ممكن الكمية اللي الأم عم بتحضر فيها لحليب يعني في حال كانت الأم عم بتحط كمية قليلة من الحليب أو كانت حتى عم بتزيد الكمية هون هي ما عم بتفيد طفلها بالعكس هي عم بتضره وممكن يكون سبب من أسباب الديارية فأنا بدي أسأل الأم عن نوع الحليب هل غيرته بالفترة الأخيرة أو لا وبدي أسأل كيف عم بتحضره يعني شو الكمية اللي عم بتحطها لطفلها هل عم بتلتزم بالكمية الموجودة على العبوة اللي كاتبينها للمكتوبة على العبوة أو لا تمام؟ بعد ما أتأكد من هدول الشغلتين أنا بقدر أحدد شو سبب الديارية عن طفلها هلأ من الأنواع الأطعمة اللي ممكن إنها تسبب لي ديارية واللي لازم أسأل المريض عنها الأكل اللي بيكون حلو كتير الأكل اللي بيكون فيه وفات كتير اللي هي الدهون الأكل اللي بيكون سبايسي في حال كان المريض عم ياخد كميات كبيرة من الكافيين برضو هاي ممكن إنها تسبب لي ديارية فبدي أسأل المريض أشوف شو الروتين الأكل تبعه هل ما في عنده توازن بالأكل هل مثلا عم يشرب ست سبع كاسات قهوة باليوم أنا لما أشوف فيه كمية كافيين كبيرة فبشوك إنه الديارية هاي مثلا قد يكون سبب هالكافيين تمام؟ برضو إذا كان بيعتمد كتير على الألياف بغيذاءه يعني عم ياخد كمية كبيرة من الألياف بيومه أنا هون بشوك إنه هو رح يكون السبب تمام؟ زي ما في أطعمة هي بتسبب لي الديارية رح يكون في عندنا أطعمة بتخلينا أتخلص من هاي المشكلة زي الأطعمة اللي بيكون فيها بوتاسيوم والأطعمة اللي بيكون فيها سوديوم هلا البوتاسيوم أكتر شي بيكون موجود بالبطاطا بيكون موجود بالموز الصوديوم أكيد بيكون موجود بالملح بيكون موجود بالشوربات يعني بشكل عام النشويات الروز الخبز هاي الأمور كلها بتساعدني إني أقلل من أعراض الديارية هلا الديارية بشكل عام هي بتكون سلف ليمتنج تمام؟ يعني في حال أنا بس يعني في حال كانت إيجاني المريض وكانت عنده الديارية مالد يعني مش كتير سبير فأنا بقدر أنصحه بهاي الأمور يعني بتساعد بشكل كبير أنه يتخلص من هاي المشكلة هلا أول خطوة أو خلينا نحكي أول مشكلة بتصير عند المريض اللي بيكون عنده ديارية هي الديارية جسمه بيفقد كمية كبيرة من السوائل فأنا من واجبي أحكي له أنه يعوض هاي السوائل عن طريق أنه يشرب ماء يكثر من شرب الماء يكثر من شرب العصائر الشربات هاي الأمور كلها بتعوض لي الجسم بالسوائل اللي عم يفقدها تمام؟ هلا حكينا بالبداية أنه ممكن يكون السبب الدراجز من أشهر الدراجز اللي سايد أفكت تبعها أنها بتعملي ديارية فيه عندنا الأنتيبيوتك بشكل عام أشهر سايد أفكت إلها أصلاً أنها بتعمل ديارية فيه عندنا الأنتأسد وبالأخص اللي بتكون بتحتوي على المجنيزيوم فأنا بدي أتأكد أنه مريضي ما عم ياخد أنتأسد فيه مجنيزيوم في حال المريض أصلاً كان عنده أمساك وعم ياخد ملينات أدوية أمساك وأخذ أوفردوز منها فسايد أفكت إلها أصلاً هاي رح تعملي ديارية فأنا كمان بدي أتأكد من هاي النقطة في حال كان عم ياخد بشكل عام أنسيتز أو بي بي آي برضو في حالات معينة ممكن أنها تعملي ديارية فأنا لما يجي المريض واجب عليه أخذ هستوري منه أشوف اللايفستايل تبعه أشوف الدراجز تبعه وأشوف الأمراض اللي هو بيعاني منها الأدوية اللي عم بياخدها بعد ما أسأل عن كل هاي الأمور أنا بقدر أنتقل للخطوة اللي وراها وأصير أتوجه للأدوية هلا الديارية في إلها أنواع اعتماداً على طبيعة الديارية اللي عند المريض تمام ففي حال كانت أول نوع اللي هي في حال كانت ووتري يعني كانت أشبه بالمي سائلة تمام بسأل المريض هل في عنده مصاحب إلها حرارة أو لا هلا في حال ما كان في حرارة معناته هاي بتكون من البرد الإشي طبيعي الكل بتعرض له هذا النوع بيكون سلف لميتينج يعني أنا مش بحاجة أني أعطي أدوية أنا بس بحاجة هون أني أعطي ORS اللي هو بيعوض لي السواء اللي عم بيفقدها الجسم وأنصحه أنه يزيد من شرب الماء تمام أما في حال حكا لي المريض أنه والله مع الووتري دياري هاي في فيفر هون بيكون المريض ما عم يشكي لا في عنا دم ما في عنا ميوكوس ما في عنا رائحة للستول هون بحكم أنه هاي ووتري دياري طبيعية في حال كان في فيفر فأنا هون بشك أنه السبب يكون فيروس هلا في حال كان خلص حكامت أنه السبب فيروس هون بعطي أنتي بايروتك مشان الحرارة اللي عند المريض بلس بعطي ORS ما بعطي أي أنتي بايوتك تمام بالنسبة للORS كيف نعطي هلا الORS المتوفر هو بيجي على شكل سشت تمام السشت منحله بميتين ميل في حال كان عندنا أطفال فبحكي للأم تعطي هاي الميتين ميل اللي إحنا حليناهم ونصير نعطي بالتدريج يعني بنعطي كل خمس دقايق بعطي المريض خمسة ميل تمام أما في حال كانوا أدلت فلا بعطي لحد خمسة عشر ميل كمان كل خمس دقايق حتى دخلص كمية الميتين ميل اللي عنا أوكي يعني ما بقدر أعطي الميتين ميل مرة واحدة لا بدرجلوا إياهم كل خمس دقايق حسب هل هو طفل أو أدلت والأنتي بايروتك اللي حكيناهم اللي هما البايروسيتامول أو الأنسيز الاتنين بيمشي الحال هلا في حال كان الووتري دياري كثير سيفير تمام أنا هون بضطر إني أعطي اللوبرامايد اللوبرامايد هو الدواء اللي بنستخدمه لحالات الديارية هو بيبطء من حركة الأمعاء في منه أسماء تجارية كثير في عنا الإيموديوم للعمد في عنا اللوبيريوم للسليم وفي عنا الفاكنتيل للهيلال بالنسبة للوبرامايد فتركيز الحبة بيجي 2 ميلي جرام تمام هلا كيف الجرعة كيف أعطيه أول إشي الانيشيال دوز يعني أول ما ياخده المريض بحكي له أخد حبتين مع بعض تمام؟ يعني أربعة ميلي جرام بعدين بيصير بعد كل ما يفوت على الحمام مرة يأخد حبة اللي هي 2 ميلي جرام إذا منعيد أول إشي أول ما أصرف الدواء بحكي للمريضة أخد حبتين بعدين بعد كل مرة بيفوت على الحمام يأخد حبة الماكسيموم دوز ثمانية ميلي جرام بير دي يعني كأنه هون إحنا عم نحكي عن أربع حبات باليوم هاي الماكسيموم دوز تمام نحاول إنه ما نتجاوزها طيب الحلو بي اللوبرامايد إنه هو آمن للمرضيعات وهو آمن للحوامل يعني تصنيفه للحوامل هو كاتيجوري بي وهو للمرضيعات ألتو فهو يعتبر سيف يعني بقدر أوصفه أنا مرتاحة تمام هاي حكينا في حالة كان سيفير ومش دايما أنا بطر في حالة كانت ووتري ديارية إني أعطي اللوبرامايد ولكن في حالة طريت هلأ برضو في إشي ثاني بيساعدني إنه يوقف الديارية اللي هو الديوسمكتات اللي هي سمكتة اللي سمكتك برضو بتيجي بي على شكل سشت هلأ بالنسبة للأدلت فأنا معي لحد ثلاثة سشت باليوم أما بالنسبة للأطفال اللي بيكونوا أقل من سنة فمعي لحد تو سشت بي اليوم أحاول ما أتجاوزهم وتقريبا في حال بدي أعتمد على الديوسمكتات بعلاجي بيأخذ لحد ثلاث أيام حتى يعطينا نتيجة تمام يعني نحاول ما نتجاوز ثلاث أيام بعلاجنا بالديوسمكتات هلأ في حال عملنا كومباينيشن ما بين اللوبرامايد وما بين الديوسمكتات فرح يعطينا كومبليت وفاستر ريليف للأكيوت ديارية ولكن هاي الحال يعني هاد الكمباينيشن ما بنعمله إلا في حال كان الدياري كتير سيفير والمريض كتير تعبان منها وكتير عم يفقد سواءل من الجسم وشخصنا احنا وشوفنا انه سببها مش بكتيريال ولا بروفتوزوال بي هالحالة بعمل كومباينيشن ما بين اللوبرامايد وما بين الاسمكتة هلأ في حال المريض اجا وقللي والله في عندي ميوكس مع الديارية يعني مش ووتري ديارية لا في ميوكس هون بيخطر عبالي شغلتين قد يكون السبب بكتيريال وقد يكون فود بويزن تمام فانا بسأله مثلا بالثلاث ايام اللي ماضوا انت شو اكل اكل برا في اشي تغير عليهك في حال ايقنت انه في عنا فود بويزن فهون بعطيه انتي بايريتك مشان الحرارة وبعطيه المترونيدازول اما في حال كان مثلا اكله هو هو ما في عليه اي تغيير فانا هون بعرف انه السبب هو البكتيريا فبرضه بعطيه انتي بايريتك مع انتي بايوتيكس تمام هلأ بالنسبة له الانتي بايوتيكس اللي منستخدمها في حال الديارية اكتر شيء منستخدمه هو السيفيكزيم ممكن اني استخدم السبروفلوكساسين ممكن اني استخدم الازيثرومايسم ولكن يعني اللي اكتر اشي شائع صراحة انه منعطيهم السيفيكزيم كونه هو اكتير امن طبعا السيفيكزيم هو ثيرد جينيريشن من السيفالوسبورين اوكي السيفيكزيم والازيثرومايسم هدول بقدر اني اعطيهم للحوامل وانا مضطنة هلأ حطيتلكم نحنا بعدما ما اطرقنا للانتي بايوتيكس ولكن يعني كونه ذكرنا حطيتلكم الاسماء التجارية للسيفيكزيم في عندنا الابكس للثقة في عندنا السيفيكز للدولية الماغنسيف للرام والسبراكس للحكمة هلأ في حال كان عندي اطفال وكان سبب الدياري عندهم بكتيريال او حتى بروتوزول انا بقدر اعطيهم الدياروكس اللي هو نيفيوروكسازايد الدياروكس بنعطي 5 مل حتى 3 مرات باليوم طبعا هو لمستودع فيلادلفيا الحلو بالدياروكس انه هو امن للاطفال وبرضو امن للحوامل اما بالنسبة للمترونيدازول فمناخده حبة 3 مرات باليوم من الاسماء التجارية له في عندنا الفلاجيل لالفا والنيدازول للحكمة والرامازول للرام بناخده بعد الاكل طيب في حال ايجاني مريض وكان عنده ديارية وبنفس الوقت عنده استفراغ انا هون كيف بدي اعالج يعني انا بدي اعطيه دولة ديارية وبيدي اعطيه دولة الفوميتنج تمام اول اشي بعطيه الفوميتنج دريك طبعا احنا بعدنا ما اطرقنا لهم ان شاء الله بس نطرق لهم بتكون الصورة وضحت بشكل كامل بنستنى 30 دقيقة بتكون المعدة ارتاحة بعد هيك بعطيه المترونيدازول بنطر عليه كمان نص ساعة وبعدين بعطيه السيفيكزيم او الانتي بيتك اللي انا اخترته لحالته تمام بهالحالة انا بتطمن انه الجسم عم يستفيد من الادوية وما رح يستفرغ مثلا ويطالع كل الادوية وانا ما استفيد منها تمام هلأ من الاشياء الجديدة او مش جديدة من الاشياء اللي بتساعدني بعلاج الديارية اللي هي البروبايوتيكس البروبايوتيكس صارت تطلع على شكل سبليمنت طبعا هي عبارة عن بكتيريا اللي هي الاكتوباصيلس بكتيريا نافعة بتساعدني بعملية الهضم وبتخفف من اعراض الديارية في حال احنا لجأنا للسبليمنت بنحتاج له مدة خمس ايام اقل لشي حتى يبدأ يظهر عنا الافكتة بعها ولكن مشكلة السبليمنت انها شوي غالية هلأ البروبايوتيك وين موجود بالاكل يعني اللي بيساعدني اني اعوض مثلا موجود اكتر اشي بالالبان تمام الالبان هي مصدر للبروبايوتيكس اساسا ففي حال كان عندي طفل وعنده اسهال ممكن اني اعطي لبن مثلا كونه بيحتوي على البروبايوتيك رح يحلي مشكلة الديارية اللي موجودة عنده طيب هلأ هيك بشكل سريع خلينا نتكل مثلا اكم كيس ممكن انها تصادفنا بالصيدلية مثلا لو اجا عنا طفل خلينا نحكي عمره اربعة شهر وعنده اسهال يعني امه بتحكي انه ابني عنده اسهال وفجأة صار عنده كيف بدي ابدأ علاج معه زي ما حكينا اول اشي بدي اسأل عن الحليب هل غيرت له الام نوع الحليب وشغلة ثانية كيف عم بتحضر هاد الحليب في حال كان فيه مشكلة بصحح الهي في حال ما كان فيه مشكلة برجع بسألها عن التسنين مثلا عم بيطلع اسنان او لا في حال ا ممكن ان يكون سبب في حال لا برجع بسأل مثلا هل عنده برد وهكذا تمام يعني بنمشي خطوة خطوة ولكن بنبدأ اطفال بنبدأ من شغلتين حليب وتسنين نفترض اجا عنا شخص بيحتي انه عنده ديارية ولما سألته مثلا شو طبيعة هاي الديارية هل هي ووتري هل في ميوكس او شي حكالك انه في بلد بالديارية فانه هون شو اتصرف بهاي الحالة انا مباشرة لازم اعمل ريفير انا ما بقدر اتعامل ولا مع اي حال الديارية بيكون فيها بلد هاد لازم يشوفه دكتور لازم يعمل تحاليل وفحوصات حتى يعرف مصدر البلد تمام يعني انا ما بقدر اتعامل معه هاز اوتي سي اوكي طيب اه لو اجانا شخص اه هو بالعادة يعني عطول انت بتعرف انه بيجع الصيدلي وعطول بيشكي من معدته بياخد انتأسد وحكالك انه والله صغير عندي اسهال تمام فهون شو اول اشي لازم يخطر لنا هون اول شي لازم يخطر لنا هو الانتأسد كونه معدته بتوجع وانت عارف هاد الاشي بتسألوا شو نوع الانتأسد اللي عم ياخده في حال كان فيه ماجنيزيوم فانه هون بعرف انه سبب الدياري هو الانتأسد بحوله على نوع ثاني مثلا او في حال هو مش بحاجة اللي بوقف له اياه تمام فبعالج اول شي السبب في حال ما كان عم بياخد انتأسد بسألوا عن الادوية الثانية بسألوا عن الاكل في حال كان كل اشي تمام ببدأ اسألوا عن شو نوعها هاي الدياري هل هي ووتري هل ويذ ميوكاس هل عنده فوت بويزن وهكذا حطيت لكم هاي السلايد كاسراء لكم يعني حلو نكون عارفين هم في حال تغير لون الستول كل لون للستول بيدلني على شي معين مثلا في حال كان بلاكو تيرسكو استول هم ممكن اشك انه في عندي ابر جي اي بليدنج تمام اقرؤوهم وشوفوهم كتير حلوين نكون عارفينهم كصيادلة ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا اي سؤال اكيد ما في اي مانع تكتبونا اياه بالتعليقات واي فكرة حابين توصلونا اياها برضو تواصلوا معنا على التعليقات ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة